حاجة مهمة جدا من الحاجات اللي بتخليني مكمل ان انا لما باهدأ الكرف بتاعي بينزل بقعد اتفرج على الفيديوهات بتاعتي اللي انا بتكلم فيها دلوقتي حالا او الفيديوهات اللي ما كنت بعملها الكوكب عن تعليم السباحة او المعاملة مع الطفول والحاجات دي الفترات بالنسبالي متقلبة يعني فيه فترات ببقى فيها اكتف جدا وفعال جدا ومنتج جدا وفيه فترات بعد الانتاج القوي بابدأ انزل وبقى محبط واقول فين 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 لو انت مش عارف ان دي حاجة طبيعية اعتك تأب او هيبقى عندك الكرف ده بيتهول شوية وهياخدك كتير حاجة من الحاجات اللي بتخليك انت عارف ان ده طبيعي بتخليك راضي عن نفسك شوية بقاش فيه جلد زيت كتير فطبيعي جدا ان انت بعد الانجاز وبعد الفعالية الكبيرة قوي بعد الانتاج الكتير وبعد ان يومك بيبقى فيه خمسين حاجة بتخلص وتعمل حاجة روعة وهو يعني تعمل كورس او تعمل ندوة او تعمل محاضرة وبعد كده تقوم الكرف واقع ده كل ده طبيعي جدا لازم تبقى عارف ان ده طبيعي جدا عشان زي ما قولنا يبقاش فيه جلد زيت من الحاجات اللي بتخليني افوق من الموضة بسرعة الفيديوهات اللي انا بعملها زي ما انك تبعهم حاجات سمعي اللي زي مفيد كنت ملتزم ان انا كل يوم الصبح انزل اجري كيلو واحد وتزبط لبسك وتزبط اكلك وملتزم بالحاجة دي بتفكرك ان انت في يوم الايام كنت ملتزم فانت عندك الصفة دي فدي كانت من الحاجات اللي بتحسسك ان انت لازم ترجع ومن اكتر حاجات محفزة ممكن يبقى الصحاب جزء من الموضوع ده كتير ان فيه صاحب انت مرة وهو مرة انت سايق قدامه مرة سايق بس يعني لو انت الواحدك مفيش صحاب ممتجين كتير في حياتك فدي حاجة من وجهة نظري مهمة جدا لو انت اصلا فكررت نفسك منتج اعمل حاجات اكتب بوست كل فترة ورجع الحاجات دي كلها انزل بالفيس كده الهيستوري بتاعتك وادقلب هتلاقي ان انت السن اللي فاتت كنت بتقول كلام رائع جدا فخلينا في الاسبوع والشهر والشهرين اللي فاتوا هتلاقي ان انت كنت منتج فهتبدأ تنتج تاني والموضوع هيبدأ يبقى احسن معك بالنسبالي انا بحب الفيلم ميكينج والفيديوهات احب ان انا قعد اكلم الكاميرا كده بتضرب على حاجات يعني زي ما تقول محادسة او حاجات كده انا بتتمرن عليها فالما بحيس ان انا وقعت او الفترة اللي هي الطبيعية لزي ما اتفقنا اللي من غير ما نجلت فيها نفسينا الكرف بتاعي بينزل فابدأ اتفرج على الحاجات دي تاني وانا يعني انا الفيديوهات دي السبب الرئيسي الاولاني ان انا بحيس براحة نفسية لما ببعمل حاجة زي كده في ممكن حد يسأل انت بتعمل خمسة ستة سبعة دي حاجة جميلة جدا انا ممكن انا السبعة ممكن امي اختي ايا كان بس انا بعمل حاجات دي لاني بستفيد جدا من الفيديو ده بيخفزني بيحزن انه فترة من الفترات كان فكري عمل كده فيلا ارجع بقى يا ابني وخلاص والدنيا جميلة فدي ده الموضوع يعني ده سبب من الاسباب اللي بيخليني متحفز لاصلك منتج مثلا او انت يعني بتحب ان انت تعمل حاجة كتير وبينزع عليك صعود وهبوط صعود وهبوط فكل لما بتهبط فكر نفسك ان انت اصلك ايه اصلا الى ان تجد البيئة اللي تكرر نفسك وتفرج على نفسك وخليك انت نصاحب نفسك وتفرج على نفسك كتير سجل ودون وكتب نوتس على الحيطة واعمل حاجات زي كده